هل يفوز صلاح بالبالندور هذا العام؟ إن جيته للحق هو الحق صلاح ضمن 30 لاعب مرشح للفوز بجائزة البالندور كأفضل لاعب في العالم هذا العام هتقول لي صلاح صعب يكسبها علشان ما عملش إنجازات جماعية كبيرة هقول لها الغلطان فرانس فوتبول اللي بتقدم الجايزة غيرت المعيير وبعد الاختيار بالأداء الفردي قبل الإنجازات الجماعية وبالمعيار ده فرصة صلاح بقت كبيرة وصعب ينفسه حد غير كريم بنزيمة هو عموماً هيفضل بالنسبة لنا أفضل لاعب في الكون بس ما فيش مانع في واحدة بالندور في دولاب الإنجازات يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 محمد صلاح مرشح زي كل سنة إنه ياخد البالندور جائزة فرانس فوتبول اللي أفضل لاعب في العالم مرشح وجنبه 29 اسم 29 اسم كبير بس لما تيجي تبص على الأسماء لما تيجي تبص على 30 اسم هتلاقي محمد صلاح هو تقريباً أبرزهم معه طبعاً كريم بنزيمة اللي عمل إنجازات عظيمة جداً مع ريال مدريد الموسم الماضي سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأسباني أو هداف الدوري الأسباني بس صلاح إنجازات لا تحصى أرقام فردية مش طبعية حاجات عملها الموسم اللي فات أبهرت العالم ومع كامل الاحترام يعني من الناس اللي بتاعشق كريم بنزيمة بتاعشق كريم بنزيمة بس الدوري الإنجليزي غير الكرة الإنجليزية غير القوة والتنافس في الدوري الإنجليزي غير منافسة على الهداف وصنع الأهداف في الدوري الإنجليزي غير غير أي دوري في العالم غير أي دوري في أوروبا عشان كده محمد صلاح على المستوى الفردي بصراحة بصراحة شديدة لا يضاهيه أحد الموسم الماضي مش تحيز لازم تقيس بقوة المنافسة المنافسة في إنجلترا غير أسبانيا خالص غير أسبانيا خالص على الأقل الموسم الماضي عشان الموسم ده تدعمات كتيرة في الدول الأسباني وشكله هيحلو صحيح برشونا النهاردة اتعادل سلبير مع رايو فيكانو وليباندوفيسكي بيشارك في أون مباراة صحيحي برضو جاب هدف بس تلغى بالتسلل بس برضو الدورة هيبقى قوي جدا في هسبانيا السنة دي السنة اللي فاتت لا السنة اللي فاتت لا السنة اللي فاتت رايو ميكا بيلعب لوحده تقريبا الدورة محمد صلاح منافسة بقى مع مانشستر سيتي ومع تشيلسي ومع تنهام وكل الأندية دي محمد صلاح يستحق حقيقي في مسيرته يبقى معاه جايزة زابست بتاعت الفيفا أفضل لعب في العالم أو البالوندور بتاعت فرانس فوتبول حقاقا للحق يعني في شوية حاجات تخليك تقول آه ممكن يقرب السنة دي ممكن إيه هي؟ إن المعايير معايير جايزة فرانس فوتبول اختلفت اتغيرت الحاجات اللي كانت بتدايق العالم كله اتغيرت إيه هي مثلا أول حاجة فرانس فوتبول كانت بتاخد التصويت من كل الصحفيين اللي موجودين في الاتحاد الدولي يعني كل الدول اللي في اتحاد الدولي للكرطة القدم بتاخد من صحفيين من كل دولة منهم تصويتهم على جايزة أفضل لعب في العالم السنة دي لا هم أول مية بلد في التصنيف تصنيف العالمي لاتحاد الدولي للكرطة القدم هم اللي صحفيهم هيصوتوا في جايزة البالوندور أفضل لعب في العالم فكده قللنا شوية الفجوة اللي هي بتاعت انه اي حد بيختار فبيختار على اهواء شخصية اكتر منها على واقع حقيقي في تقلق للعبين ده معيار اتغير المعيار التاني اللي اتغير اللي بالنسبة لي هو اللي خلاني حس ان محمد صلاح ممكن يقرب انه هو قالك في معيار انه احتساب النقاط او الاختيارات هيتم اولا بناء على الانجازات الفردية والمهارات الفردية لللاعبين وبعد كده نشوف الامور الجماعية يعني مثلا مثلا اختلف مثلا او واحد هو بيختار اختلف انا شايف انه صلاح وبنزيمة كويسين ارقام صلاح كانت عظيمة ارقام بنزيمة كانت جيدة جدا فممكن يقولك ايه طب لا انا ااخد بنزيمة عشان برضو ايه خد دولة ابطال اوروبا مع الريال وخد الدولة الاسباني مع الريال واحد تاني يقولك لا بس صلاح تأثيره مع فريقه كان اكبر بكتير فهنا دي هنا دي اللي ممكن ترجح الكاف المهارة الانجاز الفردي وهقولك دلوقتي الانجازات اللي عملها محمد صلاح وبعد ماقولكوا الانجازات اللي عملها محمد صلاح الموسم الماضي هقولكوا المرشحين للبوز بجائزة ترانس فوتبول بالندور في هذا العام بس الاول اقولكم انجازات محمد صلاح الموسم الماضي عشان نفتكرها مع بعض انجازات فردية وانجازات برضو جماعية ما تنساش دي انه اخذ بطولات مع البربول السنة اللي فاتت فتعالوا نشوف يالا محمد صلاح الموسم الماضي لعب 51 مباراة سجل 31 هدف صنع 16 هدف حصل على بطاقة صفراء ولعب 4014 دقيقة حقق لقب كأس رابط المحترفين الانجليزية حقق لقب كأس الاتحاد الانجليزي هداف الدوري الانجليزي 23 هدف افضل صنع اهداف الدوري الانجليزي 13 أسست ارقام موزهلة افضل لعب الدوري الانجليزي من ربطة الكتاب الانجليز افضل لعب الدوري الانجليزي من ربطة المحترفين بتصويت الجماهير افضل لعب الدوري الانجليزي من ربط المحترفين بتصويت اللاعبين افضل لعب ليفربول 2021-2022 بالزمة ده ما يكسبش بلوندور يعمليه تاني يعني ده ناقص يطلع نار من بق ده محمد صلاح دي إنجازات محمد صلاح حاجات مدهشة حاجات مبهرة العادي بتاع محمد صلاح لازم ياخدها لازم المفاجأة المفاجأة في الجائزة السنة دي إنها ما فيهاش ليونيل ميسي ها دي بقى يعني ايه مفاجأة المفاجأات هو أول حاجة ليونيل ميسي هو اللي خدها السنة اللي فاتت وكان فيه اعتراضات علامية كبيرة إن ليفاندوفيسكي هو اللي كان يستحق الجائزة وبعد كان ليفاندوفيسكي خد زبست من الفيفا بس السنة دي لأول مرة من 2006 2006 محمد صلاح ما ياخدش البالوندور عفوا من 2006 ليونيل ميسي ما يبقاش في التنافس على البالوندور 2006 انت متخيل؟ احنا منتكلم في 16 سنة 16 سنة ليونيل ميسي ينافس على البالوندور حاجة مش طبعية في نفس التوقيت في نفس التوقيت كريستيانو رونالدو ضمن المرشحين ضمن التلاتين اسم اللي هولوكم عليهم دلوقتي ضمن التلاتين اسم رغم إنه برضو فيه انتقادات على وضع كريستيانو رونالدو ضمن المرشحين في هذه الجائزة بس مرة أخرى كريستيانو رونالدو في الجائزة عشان فرديا السنة اللي فاتت مع مانشستر رونالدو كان متواهج جدا كان هو الوحيد اللي بيساكن كان هو الوحيد اللي بيلعب مع مانشستر رونالدو رغم كل الانتقادات بس هو الوحيد اللي كان طبعا مانشستر رونالدو حالته حالته حالة بالمناسبة يعني نهارده مانشستر رونالدو كان بيلعب بريدفورد اتغلب أربعة في خمسة وتلاتين دقيقة طبعا دي خياء كان كارثة كان كارثة الكوارث مانشستر كان حاجة تكسف حاجة زعل خسرتين لمانشستر رونالدو وراء بعض حاجة ما حصلتش من زمن الزمن كل حاجة من مانشستر رونالدو كارثية بس هنيجي الوقتها هنيجي الوقتها تعالوا أقول لكم التلاتين اسم المرشحين للبالوندور هذا العام طبعا أول أسماء محمد صلاح ليفربول الإنجليزي تيبو كورتوار ريال مدريد الأسباني رفائل لياؤو لعب رائع جدا بيلعب في ميلان الإيطالي هو لعب برتغالي وبيلعب جناح وبيلعب مهاجم برضو كريستوفر نوكونكو لعب فرنسي رائع برضو بيلعب فريدبول ليبزيك الألماني يوشوا كيمتش لعب باير ميونيخ الألماني أليكساندر أرنول ليفربول الإنجليزي لويس دياز ليفربول الإنجليزي طبعا البرتغالي برناندو سيلفا منشستر سيتي الإنجليزي وروبرت ليباندوفيسكي باير ميونيخ الألماني وهو حاليا دلوقتي في بارشلونا بنيسيوس جونيور ريال مدريد الأسباني رياض محرز منشستر سيتي الإنجليزي وكاسيميرو ريال مدريد الأسباني وسون هيونج مين توتنهام الإنجليزي والبرازيلي فابينيو ليفربول الإنجليزي كريم بنزيمة ريال مدريد الأسباني وفيل فودن منشستر سيتي الإنجليزي هاركين توتنهام الإنجليزي وداروين نونيز ليفربول الإنجليزي وسنغالي ساديو ماني باير ميونيخ الألماني والفرنسي مايك مينيان من الإيطالي وكيفين ديبرون جاب حتي تجوني النهاردة يا جماعة منشستر سيتي لوكا مودريتش ريال مدريد الأسباني سبستيان هالر بروسيا دورتو من الألماني وربنا إيش فيه عنده مرض خطير والألماني أنطونيو روديجير ريال مدريد الأسباني كريسيا ورنالدو منشستر ينايتد وفلاهوفيتش يوفينتس الإيطالي بيرجين باندايك ليفربول الإنجليزي وكانسيلو منشستر سيتي كليان مابيه باريس سان جيرمان وهالند منشستر سيتي وهيغيب على القامة زي ما قلت لكم لأول مرة من 2006 ليونيل ميسي والأول مرة من 2011 يغيب نيمار دي سيلفا لعب باريس سان جيرمان أسماء عظيمة لما بتيجي تبص على الأسماء كده حقاقا من الحق يعني المنافسة لا بد أن تكون ثنائية فقط بين محمد صلاح وكريم بن زيمة منافسة قوية بصراحة يعني آه أنا في حتة تحيز نسبية لمحمد صلاح بس عن حق يعني لكن كريم بن زيمة اللي هيصوط له برضو مش هيبقى عمل جريمة يعني مش هيبقى أخطأ خطأ كبير فهي بين محمد صلاح وبين كريم بن زيمة عشان كريم بن زيمة كمان عمل موسم مش طبيعي مش طبيعي طيب دي حكاية حكاية تانية عدت النهار ده كده إيه مرور الكرام عدت يعني اللي حسط النهار ده أنا بتابع مواقع وصحف وناس بتتكلم عن الموضوع ده عد كده خبر عابر بس أنا بصراحة ما اعتبرتوش خبر عابر وهقول لكم ليه فيه قناة فيه قناة انجليزية مشهورة هي واحدة من أكبر القنوات الرياضية في العالم في العالم حطت بتصويت الجماهير محمد صلاح ضمن التشكيلة الأفضل في تاريخ البريميال ليج في تاريخ البريميال ليج بيتي سبورت واحدة من أهم القنوات في العالم مش في انجلترا بس في العالم بتصويت الجماهير محمد صلاح ضمن هذه التشكيلة الأفضل في تاريخ البريميال ليج احنا كان نفسينا لعيب مصري يلعب في البريميال ليج بقى عندنا لاعب مصري في تشكيلة الأفضل في تاريخ البريميال ليج أسماء عظيمة وتاريخية عدت على هذا الدوري الكبير الدوري الإنجليزي ومحمد صلاح في هذه التشكيلة لو التشكيلة جاهزة معنا هنعرضها هنعرضها لحضراتكم عشان نشوفها مع بعض يلا بينا يلا بص يمين بقى بص العسمية عشان تعرف محمد صلاح بين مكانته أول حاجة حراسة المرمى الأسطورة بيتر شمايكل حارس منشستر يونيتد الأسبق ريو فردند في خط الدفاع جامي فان دايك وجاري نيبل زهير منشستر يونيتد الأسبق وأشلي كول زهير أيسر شلسي الأسبق كيفين دي بروين في وسط الملعب والأسطورة أسطورة ليبربور ستيفن جيرارد في نص الملعب الجناح الأيسر تري هنري لعب أرسنالس الأسبق والمنتخب الفرنسي قدامه في الكبير المهاجمة الكبيرة الأسطورة ألان شيرر المهاجم الإنجليزي مهاجم نيو كاسل الإنجليزي وعلى اليمين محمد صلاح لا 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 أقضوا فراجوا شوية على التشكيلة معلش لو نعرضها تين انت متخيل انت متخيل التشكيلة انت متخيل الأسماء العظيمة اللي في التشكيلة انت متخيل محمد صلاح اللي عملها مش أنا اللي عامل التشكيلة دي مش موقع صغير في انجلترا مش جورنال صغير في انجلترا دي أكبر قناة في انجلترا واحدة من أكبر القنوات الرياضية في العالم في العالم انت بتتكلم فحدث استثنائي ما ينفعش يعدي كده دي ما تقلش أبدا عن جواز كتير خدها محمد صلاح انت متخيل يعني ايه جماهير انجلترا جماهير العالم يختاروا محمد صلاح في التشكيلة الأفضل في تاريخ البريميا اللي يجي تفرج على الأسماء بيتر شمايكل وريو فردنان وفن دايك وقشلي كول وجارين نيفل وجيرارد وبييرا باتريك بييرا ويه أسماء عظيمة ويه أسماء كبيرة وكيفين دي بروين تري هنري وآلان شيرر يبقى معهم محمد صلاح ايه ده ايه الجمال ده ايه الرواعة دي ده خيال خيال والله خيال انت متخيل من التشكيلة دي انت متخيل ببساطة انا هقولك اسمين كده هم اللي جون في بالي الوقتي اسمين ايه هقولك تقلت أربع أسماء مش موجودين في التشكيلة دي عشان تعرف حجم الإعجاز وحجم الروعة يعني مثلا مثلا يعني مفيش فانستر روي مفيش كريستيان ورنالدو مفيش وين روني مفيش رايان جيجز مفيش بوليس كولز مفيش ديد رجبة مفيش أسماء عظيمة وكبيرة عدت على البريمير الليج وفيه المصري الكبير محمد صلاح ايه ده ده حاجة في منتهى الفخر حاجة ترفع يعني رأسنا لسابع سماء الموضوع مش هيل الموضوع مش عادي انت متخيل اللي بيعمله محمد صلاح انت متخيل ده مش مجرد لاعب بيقدم موسم والاتنين كويس وهيعتزل خلاص لما هيجي يعتزل هيتقال ان الرجل ده من أعظم اللعيبة اللي لعبت في البريمير الليج لا ده ممكن يتقال أعظم لعبي البريمير الليج على مر التاريخ مش ببالغ يعني في القائمة انت بتخيل الأسماء اللي موجودة فيها محمد صلاح بس حبيت يعني اتكى على الخبر ده النهارده اتكى عليه قوي انا النهارده بفتح الفيديو بفتح الفيديو بتاع قناة بيت سبورت وبقول لا لا ممكن ما تيبقى الصحيح انا قريت لأول الأخبار بس قلت لا ممكن ما يبقى الصحيح او لحد شاف الموضوع غلط محمد صلاح مش مش شكا في محمد صلاح بس قلت يا حب هو بجد هو الحلم بقى واقع كده هو الحلم بقى حقيقة كده فلاقيته فعلا بشغل الفيديو ريوفر انتواقف ومعه الموزيع وضيف آخر ووقفين بيتكلمه وبيبصوا على التشكيل اللي اختاروه جماهير اللي اختاروه جماهير جماهير انجلترا جماهير العالم محمد صلاح هو الجناح الايمن في هذه التشكيلة تحرف فيه دعيب مسلا مسلا يعني زي دينيس بيركم فاكرين دينيس بيركم نجم أرسنال وقسطورة أرسنال والمنتخب الولندي مش موجود في التشكيلة مش موجود محمد صلاح موجود وين روني ده عمل عمايل في انجلترا مايكل أوين ده عمل عمايل عمايل في انجلترا عد بقى عد واسماء جون تيري مش موجود مدافع العظيم هتقعب بقى هتعد في اسماء مش هتكت ومكاليلي مش موجود في التشكيلة مكاليلي مش موجود في التشكيلة يعني تشكيلة فيها 11 اللاعب بس في يوم محمد صلاح بريميال ليج اللي مر عليه أساطير كثيرة وكثيرة مئات مئات الأساطير محمد صلاح هو في القائمة المختصة من 11 اللاعب التشكيلة الأفضل في تاريخ البريميال ليج نقطة كده إيه ونكمل مع محمد صلاح إنجازات عظيمة وبتخلص تعالوا نروح لأخبارنا النهاردة ونبدأ طبعا بخبر النادي الأهلي اللي قلت لكم عليه من أسبوع تقريب أنا واكتر شوية من أسبوع واكتر شوية اليوم اللي تم فيه استقالة الكابتن عسام عبد الفتاح من لجنة الحكام قلت لكم إن النادي الأهلي هيعود لكأس مصر هيعود للمشاركة في كأس مصر وكأس السوبي المصري واليوم أعلى النادي الأهلي رسميا العودة للمشاركة في كأس مصر وبطولة السوبر المحلي بناء على قرار مجلس إدارة النادي بعدما النادي الأهلي تلقى خطاب اليوم من اتحاد الكورة بيأكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات اتحاد الكورة قال للنادي الأهلي أنه كلاتنبرج عفوا تولى منذ توليه المسئولية التحقيق في كل الشكاوى المقدمة من الأندية ضد الحكام وهيبقى فيه تحقيق مع الكابتن محمد عشور اللي كان الأهلي اشتكى إدارته لهذه المباراة كابتن محمود عشور وهي قال للنادي الأهلي أنه خلاص هينتظر الكارات الرسمية وهيشارك بعد كده خلاص في كأس مصر بداية من اليوم يعني خلاص مباراة مصر المقاصر بالمناسبة هقول لكم خبر أكيد وهقول لكم خبر لسه في إطار البحث الخبر الأكيد أن الكابتن محمود عشور مش هيحكم أي مباراة للنادي الأهلي حتى نهاية الموسم ده ده الخبر الأكيد الخبر اللي لسه محل بحث لسه محل بحث هو أن الكابتن محمد عشور ممكن ما يحكمش أصلا لنهاية الموسم كابتن محمود عشور ممكن ما يحكمش لنهاية الموسم لكل الأندية مش للأهلي بس بس الأكيد أنه مش هيحكم للأهلي لنهاية الموسم مو بالمناسبة وبالمناسبة كابتن محمود عشور من الحكام الكبار المحترمين اللي بيجيده دايما في المباريات الكبيرة بس ببساطة شديدة وخلونا عندنا الهدوء النفسي ده اللي بيغلط حتى لو عندونا عمد وأكيد عندونا عمد اللي بيغلط لازم يتعاقد واللي يجيد ياخد جزاء كبير إنه أجاد وإنه شرف التحكيم المصري لازم يبقى فيه كده ولازم يبقى فيه كده لازم يبقى فيه سواب ولازم يبقى فيه عقوب ببساطة شديدة والراجل لو زي بيقولوك ده إيه أضع عقوبته لو يعني أسخب بالك لاجل الحكام هو ده اللي قالته أو التحدي الكرة قاله للنادي الأهلي مش هيعلنه العقوبات يعني مش هيقوله إحنا عقبنا كابتن محمود عشور وعملنا فيه كذا وكذا 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 لا هو دايما الحاجات دي في طاية السرية أوكي مش تمام حافظ على الحكام بتوعي بس يا جماعة بعد ما ينفذوا العقوبة دي بعد ما يتم استبعادهم من مباراة الأهلي مثلا خلاص يرجع يحكم الأهلي تاني وبعد كده يجيد أحيانا وأحيانا أخرى يخطئ عادي زي أي حكم في العالم بس ما يفضلش بقى إيه محطوط في الأزهان هو دا الحكم اللي مش عارف ما احتسب اللي احتسب تسلل على هدف الأهلي بتاع بيرسي تاوي لحد نهاية العمر لا هو أخطئ هو هو طاكم التحكيم والناس اللي بار كل الناس كلهم أخطئ بس خطئ وخد جزائه ويكمل ويشتغل ونشجعه ونحفزه ونقوله انت حكم محترم عشان يوجيد في الفترات اللي جاية ونبقى شفيه أخطاء الكلام على الكابتن محمود عشور والكلام على باقي الحكام الموضوع بسيط وسهل مدام متأكدين وعارفين ان الحكم المصري عنده من النزاهة ما يكفي مفيش مفيش شك مفيش شك ان الحكم المصري النزاهة عنده ما فيش بعد كده أكيد كل مرة بأكد وبقول إيه ما أنا اللي شاير مسؤولية ما أنا مش مبامش وراهم يعني ما عرفش الله أعلم بس اللي بنشوفه ما بيقودش ان فيه أخطاء مقصودة أخطاء فيها أهداف مش جيدة ما بنشوفش ده بنشوف أخطاء ممكن يعني لعدم خبرة جيدة لعدم تطور بشكل كويس لعدم بحث وتعلم طول الوقت وده اللي بساقبه جايبين كلاتنبرج عشان نكمل حكامه عشان هما عندهم الأساس بس فيه بعض الحاجات اللي محتاجة تكمل وهتكمل وان شاء الله اللي أمور تبقى هادئة في الموسم اللي جاي طيب ده بالنسبة للنادي الأهلي وخطاب النادي الأهلي اللي استقبله من اتحاد الكورة النادي الأهلي هيواجه مصر المقصة فيه دور 16 بكأس مصر اليوم خلاص وقائمة لهذه المواجهة فيها في حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء وفي خط الدفاع رامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد نصير وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد شرقية ومحمد أشرف وخط الوسط فيه أليو ديانج ومحمد فخري وحمد عبد النبي وميدو نبيل ومحمد محمود وزياد طارق ولويس ميكيسوني وفي خط الهجوم هيتواجد صلاح محسن وحسام حسن وحمد سيد غريب وبرستاو تم استبعاده من هذه القائمة بالمناسبة بالمناسبة أنا عايز أقول لكم خبر مهم مصر المقصة النهاردة هيلعب مواجهة النادي الأهلي بالناشئين بالناشئين واللعبين الكبار أو الخبرات اللي كانوا قليلين في الفريق خدوا راحة خلاص خدوا راحة استعدادا لرحيل الكثير منهم لأن ده أخر بس مصر المقصة هيواجه النادي الأهلي في كأس مصر بمجموعة من الناشئين بمجموعة من الناشئين هو هيقول لك وبصراحة يعني سألت أحد أعضاء الجهاز الفني في مصر المقصة قال يعني هنخسر يعني هنخسر إيه نحن نخسرنا بالزمالك بالفريق الأساسي خمسة هنرعب الأهلي بالناشئين لعله وعسى يبقى عندهم حافز إنهم يعملوا حاجة في مباراة النادي الأهلي أنت عارفين أن مصر المقصة هو أول الفرق اللي هبطت رسميا لدوري الدرجة الثانية يعاني من ظروف يعني من أول ما دخل الموسم مصر المقصة من أول مباراة تعارف وشايف بما فيهم مسؤولي مصر المقصة والجهاز الفني واللعبين في مصر المقصة إن الفريق مش هيروح لبعيد في الموسم ده من أول يوم من أول يوم هم هم دخلين بظروف صعبة جدا حاجة تبدو غريبة حاجة تبدو غريبة قلت لحضراتكم إن ميكي سوني مش أنا كمان لكل الناس يعني أنا وغيري وحضراتكم تتوقع كل الناس عارفة إن ميكي سوني ربما يكون أول الرحلين على النادي الأهلي في الموسم الجديد صح كده متفقين جي بقى الراجل ريكاردو السوارش وقال استنوا بقى لحظة واحدة استنوا بقى لحظة واحدة رحل لجنة التقطيط أنا عايز ميكي سوني يا جدع ميكي سوني ده ما قدمش حاجة مع النادي الأهلي لا أنا شايفه كويس ما إحنا جربناه مالإنهوش كويس أنا شايف أنا شايف إنه لا ينفع يكمل ينفع بصراحة هو ما صممش يعني ما قالش لا أنا لازم ميكي سوني يقعد ما صممش هو قال لهم ادوني فرصة أشوفه أكتر في المباريات اللي جاية وبعد كده أديكم القرار النهائي بس سنة مبدئيا شايفه ييجي منه وبصراحة كده يا عم سوارش إحنا شفناه ومالإنهوش ييجي منه يعني أصل استغرامنا هو جيد النادي الأهلي ليه بس أنت الموديل الفني وأكيد النادي الأهلي هيقول لك كده وأكيد لنجل التقطيط هيقول لك كده وأنت صاحب القرار بس يدينا أمارة يعني ميكي سوني في المباريات اللي جاء للنادي الأهلي في الدوري ولا في الكاس يدينا أمارة عشان إحنا كمان نقول إيه الراجل سوارش ده شاف حاجة في ميكي سوني ما كناش شايفنا بس أحنا حاللوقتي ما شفناش حاجة خالص ده اللي بيفكر فيه سوارش وهيستنى لنهاية الموسم طيب إحنا معنا عبر الهاتف دلوقتي بمناسبة الاتحاد السكنداري كنت لنسى أكلمكم مبارح أو يعني يوم الأربع عن الاتحاد السكنداري وأن الاتحاد بيواجه ظروف صعبة بيواجه ظروف صعبة جدا والنتائج حصل لها تراجع شديد جدا تسلم الكابتن الكبير المحترم الكابتن محمد عمر الظروف في وقت صعب جدا في مهمة لإنقاذ موسم الاتحاد السكنداري هو بصراحة الاتحاد عنده لعيبة كويس بس عنده مشاكل دفاعية مش طبعية جالهم أسطورة واحد من أساطير الدفاع الكابتن محمد عمر يعني المفروض يحل بسرعة موضوع الدفاع لسه طبعا واصل الفريق لسه داخل مع الفريق ولسه بيحاول يلم الأمور بس الاتحاد في مكان يعني يشتم رائحة الخطورة عشان أنطقي ألفوذي يشتم رائحة الخطورة مش خطر قوي بس قريب من مكانة الخطورة فالاتحاد محتاجي لم أموره سريعا بكل تأكيد وصفة كبيرة في الكابتن محمد عمر وجهازه المعاون معنا عبر الهاتف الآن الكابتن محمد نور مدارب عام للاتحاد سكندرية كابتن محمد مشرف ومنور حبيب يا كابتن كريم ربنا يخليك يا حبيب الأمور في الاتحاد يعني غريبة شوية عنده مجموعة لعبين إلى حد كبير كويسين عنده جماهيرية طبعا مش طبعية جميل الاتحاد اللي بتاعش فريق ها ورغم كده الاتحاد الموسم ده غريب في ظروفه وفي النتائج بتاعته إزاي بسرعة هتقدروا تلموا الأمور دي يا كابتن محمد طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا في البداية بس عجبتني حكاية يشتم دي فأنا إن شاء الله بإذن الله باخد من كلمتك دي إن شاء الله بإذن الله رأي المباراة الجاية إن شاء الله مجلس إدارة نادر اتحاد وجمهور نادر اتحاد والجهاز الفني واللعبين هيشتموا رائحة الورود إن شاء الله هايل حلوة دي أحلى من اللي أنا قلت دي أحلى دي أحلى يا كابتن محمد إن شاء الله بس جد كريم أنا أنا هتكلم على تلات عناصر من المنظومة النادي بأي سيد محمد مصلحي جماهير النادي الاتحاد اللي ما بتبخلش عليه بأي حاجة خالص وبين لعبين واللعبين ها هخلي الجهاز الفني دلوقتي على جاب مجلس الإدارة بيقدي دوره على أكمل وجه وبيحقق كل متطلبات الفرقة الجماهير بتروح وراء الفرقة في أي مكان وتبقى متواجدة في اسكندرية طبعا عدد كبير وهم بيقضوا دورهم بشكل كويس اللاعبين يمكن حضرها تشوف في مباراة الإسماعيلي مش هقول تطور بشكل كبير جدا لان احنا اشتغلنا الزبط يوم واحد اعتقد ان كان فيه بعض التغير في الأداء بالنسبة للفرقة لا كان فيه تغير واضح يا كابتن محمد في النواحة الدفاعية تحديدا الفرقة كيتمسكة نفسها شوية دفاعية اه صحيح انت محتاج لسه شوية تطور هجومي بس على قال الدفاع اللي اتحب يعاني منه هذا الموسم بشكل كبير جدا فالفرقة كيتمسكة نفسها في الدفاع وده كان واضح ما هو بص يا كابتن كريم انت عشان تدخل تمسك فرقة مش حولك في قصة الموسم انت مسك فرقة في نهاية الموسم مش في قصة الموسم هي كل الموضوع خمس مباريات فلو انت ما كنتش ملم بمشاكل والسلبيات الموضة والفرقة وفي نفس الوقت عندك الحلول بتاعتها اعتقد انك بلاش تدخل افضل صحيح عشان تقدر تدخل وتحل المشكلة وتخلص النادي من المشكلة اللي هو فيها لازم تبقى عارف ان السلبيات وعندك حلولها فاحنا اشتغلنا زي ما حضرتك قلت كده فعلا اليوم اللي احنا اشتغلناه في التدريب في النادي في اسكندرية اشتغلناه بشكل كبير جدا على التمركز على الرقابة على التغطية على سرعة الارتداد على المشاندة الدفاعية واعتقد ان ده يمكن زهر بشكل كويس في امبارات الاسماعيلي احنا يمكن من فترة طويلة احنا اخسرنا لكن الهدف اللي ادخل فينا من كرة ثابتة كل الكور المتحركة سواء الكورتولية او العرضية المدافعين يتعاملوا معها بشكل كويس جدا صحية طيب وطبعا احنا كمان راح مننا اكتر من فرصة الكورة بتاعتاد الميسي اللي جات في القايم كورة بواتنج اللي راح بانفراض ويمكن احنا بالمناسبة بواتنج ان احنا ما عندناش غير مهاجم واحد اللي هو هو مابلولو لو كان خلال فترة اللي فاتت مصاب وده المهاجم الوحيد اللي بيقدر يتعامل بشكل جيد اه امام المرمى او داخل المنطقة يعني صراحة ده واحد من احسن لعبين الاجانب اللي في الدولة المصر ولو كان موجود مع الاتحاد الفترة اللي فاتت دي كان ممكن امور تختلف يعني وان شاء الله احنا نتمنى ان هو خلال اليومين اللي جايين يكون خلص علاجه والاشاعة تطلع سليمة بإذن الله ان شاء الله لانه والتي بيتشتغل مع الجهز الطبي مع الدكتور عمرو والدكتور محمد عفانتاح فاعتقد ان شاء الله انه ممكن خلال يومين الدنيا تستطيب ويقدر يدخل معنا التدريبات الجامعية للفرقة واعتقد احنا عندنا وقت كويس يقدر يسمع انه يقدر يدخل مع الفرقة ويوصل لمستوى جيد قبل مباراة البنك الاقل ان شاء الله طيب كابتن محمد انتو كجاس فاني اكيد لكم دور كبير جدا انه تنهو الموسم بشكل جيد مع الاتحاد بس اكيد برضو لكم دور في اختيار اللاعبين الجدد للاتحاد الموسم اللي جاي ورحيل بعض اللاعبين بدأتوا تشتغل على هذه الامور والله بص احنا مقدرين الموضوع ده بس لغاية ما نستقر نستقر على وضع الفرقة ان شاء الله يعني الموضوع ممكن حاخد له ماتش بسا كمان ان شاء الله عندنا عمل كبير جدا ان احنا الموضوع ده ينتهي خلال المباراة اللي جاية بإذن الله لما يكون احنا عندنا بين مباراة الاسماعيلي وبين مباراة البنك اللاعي حوالي تسع تيام ما نقدر نستثمرهم بشكل كويس عشان نقدر نزبط الشكل والاسلوب اللي احنا حقين ان احنا نلعب به في الشرق الدفاع وفي الشرق الوجوبي واتمنى الولاد ان هم يستوعبهم ما يمكن من تدريب واحد خلال قبل مباراة الاسماعيلي ابتدوا يستوعبوا بشكل كويس وقدروا ينفزوا ده بشكل عاملي جوا الملعب اتمنى خلال الاسبوع بكمان ان احنا نقدر نشتغل بشكل كويس ونوصل لمباراة البنك اللاعي لنتيجة ايجابية تبعدنا خالف عن المشاكل الموجودة وبعدها بقى نبدأ نفكر في اللي بعد كده ان شاء الله عزيم كل توفيع كابتن محمد بالتوفير لنادي الاتحاد السغندري وعجمني الجمع اللي حرارك قلتها الفريق المباراة القادمة هاشتم رائحة الورود والجماهية هاشتم رائحة الورود جماهية الاتحاد السغندري العظيم ونحب الاسماعيلي ونحب المصر ونحب المحلة ونحب برضو امبي وبرامدز وفيوتشار ونحب الاندية اللي بتخلي الدوري شكله حلو كل الاندية نحترم الاندية اللي لها تاريخ بطبيعة الحال كلنا بنحب التاريخ كلنا بس في كل الاحوال انت وشطرتك تقدر تنافس نافس تقدر تكمل في الدوري كمل القصة ما فيهاش مساندة ودعم الحد هي فيها حنين كده مستلجة لبعض الفرق بس كل الفرق اللي بتجيد في الدوري احنا وراها وبنسندها وبنفرح ان هم بيخلوا شكل حلو للدوري المصري الممتاز خبر حلو لجماهير نادي الزمالك خبر حلو لجماهير نادي الزمالك شكبالة احد اعظم لعبي نادي الزمالك على مر التاريخ الاسم الكبير القائد الحقيقي للفريق مسؤولي نادي الزمالك بلغوا باجراء تعديلات على عقده نهاية الموسم الجاري لترضيته التعديل هيكون من الناحية المالية هياخد شكبالة ما يقرب من 11 مليون جنيه في الموسم شاملة كافة المكافئات و مسؤولي نادي الزمالك قرروا اجراء تعديل بزيادة المقابل المادي للعب دون تعديل في مدة أو في مدة العقد اللي هينتهي بنهاية موسم 2024 وهيشيروا البند اللي كان في العقد اللي موجود فيه حقية نادي الزمالك فيه فسخ التعاقد من طرفه بعد نهاية الموسم الثاني دون تحمل مسؤولي نادي الزمالك أي مسؤولية شكبالة يستحق التقدير شكبالة يستحق التحية شكبالة موهبة تاريخية في الكرة المصرية لظروف لظروف كثيرة جدا ما خدناش من شكبالة كل حاجة ما خدناش ككرة مصرية من شكبالة كل حاجة يعني الراجل وهو يعني خلاص في مراحل عمره الأخيرة في الملاعب وهي تقترب احنا مش قادرين نحس انه شكبالة خلاص هيعتزل بعد سنة أو سنتين أو تلاتة وربنا يطول في عمره في الملاعب بس موهبة يعني ما استفدناش منها يا كرة مصرية بسبب و بسبب ظروف خارجية بأي سبب بس ما خدناش من شكبالة كل حاجة عجبني شكبالة الموسم ده عجبني بكل التفاصيل شخصية القائد الراجل اللي بيعرف يلم الفريق بشكل كويس جدا اللاعب اللي ما بيعترتش هو قاعد على تدكة وبيدايق الجهاز الفني بالعكس ده بيساعده اللاعب اللي ما عندوش أي مشاكل أو منوشات جماهرية حاجة هيلة هيلة شكبالة صراحة سنادي نلوك وخبرة وتاريخ في نادي الزمالك سنادي بيترجمه أفضل ترجمة ممكنة لسه مع أخبار نادي الزمالك ومصدر في نادي الزمالك قال لنا فيه رقم عشرة إنه خلاص نادي الزمالك اتفق مع عبدالله السعيد على الانضمام للفريق بداية من الموسم البقبل وأنا بقول لكم قصة عبدالله السعيد دي مؤكد خلصت لسه فاطلت شوية ترتوش بين الزمالك والبرامد هتخلص هتخلص ليه؟ عبدالله اسم كبير في البرامد هم بيتعاملوا معه أنه هو اسم كبير وعنده الشخصية وهو قدة للفريق كتير هو كان قائد حقيقي البرامد في السنوات منذ انضمامه للفريق هو القائد للفريق في الملعب وخارج الملعب فالعلاقة بين عبدالله السعيد والبرامد تسمح له إنه لو عايز يتحرك من برامد زروح نادي الزمالك في نهاية مشواره هو داخل على عمر الثمانية وتراتين سنة ودوات سبعة وتراتين سنة ومنتصف العام القادم هيبقى عنده ثمانية وتراتين سنة وورايح نادي الزمالك يوافق له هتقول لي سبعة وتراتين سنة أو ثمانية وتراتين سنة أنا بقولك أنا بقولك عبدالله السعيد الزمالك هيستفيد منه على الأقل سنة لو مش سنتين كمان هتقول لي الزايد عنده سبعة وتراتين سنة ودخل على ثمانية وتراتين سنة عبدالله السعيد اللي عارفه في الملعب وخارج الملعب عارف إنه لعب بيحافظ على نفسه جدا عشان كده لحد الوقت يتلقوه بيلعب تسعين دي عادي جدا وبيعمل مجهود بطول الملعب وبعرض الملعب وعادي جدا بيحافظ على نفسه بيركز في تدريباته ما عندوش مشاكل بخلاف بقى نقطة عظيمة في عبدالله السعيد انا لحد هذه اللحظة باستغربها انها تبقى في بني آدم مش في لعب اصلا يعني بقى بشكل عام يعني ما بيسمعش ما بيتأثرش ما فيش اي حاجة ممكن تهده ولا تزعله ولا تضايقه ولا تأثر فيه على فكرة دي شخصيته اصلا مش بس في الملعب هو شخصيته العادية كده هو شخص هادي جدا بيركز بس في شغله لكن واحد زي عبدالله السعيد والحاجات اللي مر بيها كتير دي كانت ممكن تخلص عليه بسهولة لكن هو كل سنة ورا سنة تلاقوه بيتوهج اكتر ودي ميزة عبدالله السعيد نروح ايضا لخبر يخص نادي الزمالك وخاص لرقم عشرة الزمالك بيحصل على توقيع زكريا الوردي لمدة ثلاثة مواسم مصدر في نادي الزمالك قال لنا انه خلاص نادي الزمالك وقع مع الوردي لاعب نادي الرجاء المغربي الصابق اللي كان منتهى عقده مع نادي الرجاء والنادي حصل على توقيع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم وخلال ايام هيتم الاعلان رسميا عن الصفقة واللاعب في الوقت الحالي بيجاهز اوراق سفروا للقاهرة مليون مبروك لنادي الزمالك صفقة محترمة ولاعب جيد جدا هيفيد نادي الزمالك في الفترات اللي جاية في نفس الاطار نادي الزمالك اتفق خلاص مع عبدالرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي وحصل على توقيعه للانضمام للفريق خلصت كده الحكاية لا ما خلصتش لازم الاسماعيلي يوافق لازم الاسماعيلي يخش في المفاوضات قوي جدا مع الاسماعيلي اللاعب وافق خلاص على الانتقال للزمالك ووقع لنادي الزمالك اتوقع فقط انه الاسماعيلي يوافق على الانتقال الرسمي للعب الى نادي الزمالك خاصة ان عقد اللاعب مع نادي الاسماعيلي لسه ممتد حتى 2025 ايضا لعب مفيد وكبير جدا سواء أخريته شوية بعديته شوية ولكن لعب موهوب وسجل هدف رائع جدا المباراة الماضية فيها الاتحاد الأسكندري من ضربة سابتة من خارج منطقة الجزاء نهاردة مباريات كبيرة في الدوريات الأوروبية حاجة تفتح النفس تخلص دوري انجليزي تجيب دوري أسباني تخلص دوري أسباني تخش على الإيطالي تبص على باريس سانجيمان شوية في فرنسا تبص على محترفيننا حاجة في منتهى المتعة كل مباراة مستقلة بذاتها في المتعة في الدوري الإنجليزي النهاردة في الجولة التانية أستون فيلا فاز على 2-1 فاز 2-1 على إيفرتون بالمناسبة أستون فيلا وإيفرتون دي مواجهة بين ستيفن جيرارد ستيفن جيرارد وفرانك لامبرد شفتوا احنا كبرنا ازاي الناس اللي في جيلنا هان ستيفن جيرارد هو الموديل الفني لأستون فيلا فرانك لامبرد الموديل الفني لإيفرتون وجيرارد النهاردة تفوق على فرانك لامبرد أرسنل فاز على ليستر سيتي 4-2 وأرسنل بيعمل أداء مدهش الموسم ده وخد صفقة عظيمة جدا من منشستر سيتي طبعا خيسوس البرازيلي لعب رائع وسجل هدفين النهاردة ومحمد النيني للأسف مشاركش في أي ديئة من دقائق المباراة النهاردة برايتون تعادل سلبيا مع نيوكاسل يونيتد ومنشستر سيتي 4-0 قدام بورنموس بالمناسبة منشستر سيتي القصة بالنسبة وما بقيتش الفريق اللي بلعب قدام منشستر سيتي ما بقاش فكرة أنه أنا هقدر أعمل نتيجة إيجابية قدام منشستر سيتي أنا هقدر أكسب أو تعادل منشستر سيتي أنا لو فريق بلعب قدام منشستر سيتي كل اللي هفكر فيه أن أنا أأخر وقت الهدف الأول وقت الهدف الأول لكن كده كده هيخش فيك أهداف منشستر سيتي بيلعب كورة إعجازية بيبجورديولا بيلعب كورة غير حتى اللي كله أنا أعرفها غير العالم يعرفها مش احنا هنا كمصريين غير العالم يعرف بلعب كلها مختلفة خالص كيفين دي بروين النهاردة كان بيسحر جاب هدف رائع جدا عمل أسست الفيل فودين رائع جدا كل حاجة في منشستر سيتي النهاردة كانت رائعة زي المباراة الماضية بالملاسبة ساوس هامتون تعادل إيجابية 2-2 مع ليتزي يونيتد وولفر هامتون تعادل سلبيا 0-0 مع فولهام والنتيجة الكاريسية برينتفورد فاز 4-0 على منشستر يونيتد في وجود كريستانو نالو وفي وجود أريكسن وفي وجود راشفورد وفي وجود برونو فرنانديز وفي وجود فريد وفي وجود ماجواير وطبعا في وجود دخيل اللي كان عامل كوارس النهاردة وفي وجود لوك شو الفريق كامل والدنيا سهلة وجميلة بس الفرقة ما تفهمش في حاجة في منشستر نايتل تغير المدربين تغير لعيبة هو منشستر نايتل على حاله منذ رحيل السير أريكس فريكسن وكأنه كان معاه مفاتيح النادي الراجل ماشي أفل على النادي ومنشستر نايتل ما بيشوفش قدامه من ساعة في الدول الأسباني سلت فيجو تعادل إجابيا 2-2 مع إسبانيول وبلد الوليد خسر قدام فيا ريال 3-0 وبرشلونة فشل في تحقيق الفوز الأول وتعادل سلبيا مع رايوفايكان ورايفايكان بالمناسبة خد برشلونة رايح جاي السنة اللي فاتت 1-0 يعني زهابا خد برشلونة 1-0 قيابا كسبه 1-0 السنة دي برشلونة خد خطوة لقدام وعرف يتعادل مع رايوفايكان وإن كان زي ما قلت لكم في البداية خالص إن روبرت ليباندوفيسكي كان ليه هدف النهاردة احتسب تسلل وكان وارد إن برشلونة يكسب بس تعادل سلب في الأول دول إيطالي الجولة الأولى ميلان كسب ودينيزي 4-2 نتيجة كبيرة جدا ومبارات كبيرة من المبارات الكلاسيكية في الدول الإيطالي ميلان ودينيزي وأطلنطا فاز على سامبتوريا 2-0 ومولزا خسر 1-2 من تورينو وإنتر ميلان فاز على ليتشي 2-1 والمبارات دي بقى حكاية حكاية إنتر ميلان وليتشي سأنا بس أحكي لكم الحكاية دي بقى إنتر ميلان وليتشي كانوا متعدلين إيجابيا 1-1 1-1 الحكاية بيحتسب وقت بيحتسب بدلا من الضائع 4 دقايق 4 دقايق الدقيقة 93 59 ثانية كان إنتر بيسجل الهدف التاني بعد كرة ركنية قدر منها يسجل إنتر هدف الفوز عشان يحقق أول فوز ليه في الدوري السنة دي إصارة الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي السنة دي حلوة برضو حلو في لعبة حلوة وفي فرق وفي تنافس إسروم عامل سوء انتقالات قوي جدا إنتر عامل سوء انتقالات مرة أخرى ميلا عايز حافظ على اللقب فإحنا شكلنا هنشوف دوري إيطالي من نسخ الزمان من نسخ الزمان فالحكاية حلوة كرة رباية حلوة كرة رباية ممتعة دوري إسباني دوري إنجليزي دوري إيطالي الألماني بنبص عليه اللي بتكلم فيه الفرنسي بنعدي عليه عشان نشوف نانتوم ومصطفى محمد طبعا بنفرج على بريس سان جير مالو نين ميسي ونبي ونيمار حلوة رجعت الحياة تاني رجعت حياة الكرة تاني في العالم نهاردة هنتكلم كتير عن الإسماعيلي ما إحنا مش هنتكلم عن الإسماعيلي في الضراء ولما يبقى فيه سرراء مش نتكلم عن الإسماعيلي الإسماعيلي فاء الإسماعيلي بيعد عن مناطق الخطورة الإسماعيلي اللي كان بادئ الموسم وإحنا بنقول شكله هيهبط ما فيهاش ما تحاولوش يتغير المدربين يتغير اللعيبة الإسماعيلي عمال يخسر كابتر حمزة جمل حقيق أنقذ الإسماعيلي أنقذوا الإسماعيلي كان هيواجه موسم كارس أنقذ كابتر حمزة جمل هذا الفريق من الهبوط تخيل بقول أنقذ الإسماعيلي من الهبوط كان هيحصل كان على وشك بس ما حصلش والإسماعيلي تقريبا بعد خلاص عن مناطق الخطورة هنتكلم كتير عن الإسماعيلي مع الكابتن الكبير كابتن أشرف خدر المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي بعد هذا الفاصل خليكم واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ النادي الإسماعيلي داعب ومدرب الكابتن الكبير كابتن أشرف خدر المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي ضيفي في هذه الفقرة كابتن أشرف مشرف ومنور حبيبي أخبرك حبيبي أنت أحركو حشني جدا مبدأي حبيبي مع أنك تقابلنش المقابلة حتقابلنا كتير قبل كده وكلها كانت يعني حلقات مميزة داعشرف كبير يا فندي حبيبي أخليك حبيبي الإسماعيلي أنا سعيد الأول أن إحنا مع بعض الوقت في مناسبة سعيدة أنه الإسماعيلي فاق أنه الإسماعيلي بعد عن الخطر كنا منتكلم في فترة وغيبة والإسماعيلي جوه الخطر جوه جدا الخطر الآن الإسماعيلي وجميع الإسماعيلي تسعد بحل الإسماعيلي اللي تحسن لسه مش هو ده الإسماعيلي بس الأمور تحسنت أكيد موضوع صعب أن أنت تتكلم في أن الإسماعيلي يعني أننا فرحانين دلوقتي أن الإسماعيلي نجى من الهبوط رغم أنه ده واقع عشان نتكلم بميرد الله ده واقع وكان موجود لكن أعتقد الحمد لله رب العالمين إحنا كنا في كل مقابلاتنا وفي كل كلامنا كان عندنا ثقة كبيرة إن ناد الإسماعيلي وقلنا مرات كتيرة ناد الإسماعيلي بالتحديد كريم كده الإسماعيلي عنده لعيبة مع كل اللي احترام لفرق الدول أحسن من تلتين فرق الدول أقل حاجة أكيد طبعا طبعا وده بينه بتاعه كده القصة بس كان محتاجة شوية تنظيم وشوية دوق شوية استكرار أعتقد أنه هم كانوا موجودين فترة اللي فاتت وتوفروا بشكل كويس جدا لحمزة الجمل والجهاز الفني وحسني ونيوي ودايما بقولوا أيمان كمال وحمص كلهم كلهم وجهاز طبقوا أداري حاجة محترمة ناس اشتغلت في ظروف صعبة وكانوا مصممين وهم ده دايما كريم أقول له ده ولاد النادي الإسماعيل صح ولاد النادي ما بيجوش أبدا غير في مشاكل بالزبط أبدا مش هتجيب مدرب هات كده كل مدربين النادي الإسماعيلي صح اللي حتى بيقابلوا هجوم ساعات كتيرة هم مستهلوش انت نفسك تعرضت المواقف زي دي كتير يا كابتن عشف تعالى عايزينك تشيل المسؤولات دلوقتي عشان الإسماعيلي موقفه صعب فلان تعالى كابتن فلان تعالى شيل المسؤولات في وقته صعب اه كلنا كريم حتى السنة دي أنا انا كان بقالي أربع سنين ما دخلش النادي يعني وكذا مرة رفضت وبتاعه وكده مش عشان أي حد فينا بيهتمنى انه هو يشتغل أي حاجة في النادي الإسماعيلي لأن احنا عندنا حب بجد للنادي واحنا كلنا يعني واحنا صغيرين انا من عشرة سنين وانا في النادي الإسماعيلي صحيح متربي ناشئ وكده ففي الاخر خلاص بتشتغل لكن اه الناس لازم تعرف واعتقدني كتير من جميع النادي الإسماعيلي ومحبين اللي هم بجد عارفين الناس بتضحي ازاي والناس لما بتشتغل بتشتغل عشان تعمل أحسن حاجة ازاي ده اللي بيكملوا حمزة الجمل اه أولادي نادي اللي فاتوا كلهم بداية من من نعمات سليمان لمحمود جابر مع كل احترام الألقاب يعني ومحمد وعب اه أشرف كذب كابتك كبير العجوزة وبطالب يعني ناس كتيرة اشتغلت بشكل مميز وفي الظروف صعبة جدا جدا شح زي ما دلوقتي بقول حمزة الجمل بيكمل في الظروف صعبة برضو جدا 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 مش مهم وتحمل وعملوا حاجة يعني بنشكرهم عليها وبنتمنى ان الناس لبقى يعني لان فعلا جمهور الاسماعيل يا كريم الناس اللي مش عايز اروح بييد شوية بييد عنا شوية كده هم نقض على طول بدون اي احصائيات وبدون اي مبررات لكن الغالبية لا عارفين بقيمة الناس واشتغلت بارقام عاملة ازاي وعملت ايه طيب عشان ما يبقاش الموضوع اللي في الاسماعيل دوت مجرد مسكن لجمعيل النادي الاسماعيلي واكيد فيه اخطاء فيه مشاكل وفيه حاجات ما تعملتش كويس وصلت الاسماعيلي اللي كان وصله في الفترات المضاير واقول انه وصله لحد الوقت كده يعني انا محدش يرضى لالاسماعيلي انه يبقى في المكانة دي ايه المشاكل اللي قدر الكابتن حمزة الجمل يتخطاها شوية وايه المشاكل اللي لابد لها من حل من اللحظة دي عشان المسمن جاي ما يكررش الكلام ده اتعودت دايما وحلو انه هنقولي الكلام ده دلوقتي والاسماعيلي وقف على رجله احسن ما نقوله والاسماعيلي في موقف يعني سيء اتعودت دايما وانا معاك ان انت بتقول حاجات والله ولا متفقين على حاجة ولا كده لغا انت بتقول حاجات انا نفسي اتكلم فيها شرف ده امانة والله ده شرف ده حمزة الجمل مسك في الظروف صعبة لكن هو كان عنده ثقة وهو عارف ومحل لان حمزة مدرب بيشتغل ما بيشتغلش عشوائي صح وصدقني والله العظيم مدربين نادي الاسماعيلي مدربين متميزين جدا جدا صح في كل حاجة صح فحمزة انا عارف بيحلل وحسب الامور وحلل الامور وهو متأكد وعارف ان الكواليتي اللي معاك كواليتي كويس جدا صح كان بيقابلنا سوق توفيه كان بيقابلنا امور كتيرة تغيير مدربين حاجاتها كريم صعبة صحيح فكورة ما بتوصلكش لأحسن حاجة في الاخر صح اشتغل بهدوء اقفل على نفسه وعلى لعيبته مع حسني عبد الربو مدير الكورة حاجة محترمة جدا جدا اسم كبير وكان مؤثر جدا جدا مع لعيبة وليه دور كبير جدا جدا بقيت الجهاز بقى حدث ولا حرج احمد اناوي حمص ايمان كمال سيد توفيق كلهم انا انا كلهم حبيبي وعلى طول يعني بنكلم وكده لا بيشتغلوا واشتغلوا وقفلوا وصمموا الحمد لله رب العمين الجهد الجهد يا كريم والتعب والتحليل والتفاني بيجيب نتائج في الاخر وبيجيب توفيق كمان طبعا التوفيق يقعد يقول لك اصلي مفيش حد موفق ما بيشتغلش صح ربنا هي حكمة ربنا كده بالزبط ربنا حكمته الجهد ايوة صح كده تكتهد هتاخد احسن حاجة صحيح هم اكتهدوا وتعبوا واشتغلوا عشان كده في الاخر خالص تيجي في مطش اذا بتاع الاتحاد ده تروح جاية في القائم وطالعة مش عارف ايه كده كده ليه لان هم الناس بتتعب وتشغل بنظام وفا ده الشق الاول من سؤالك اللي المهم كابتن حمز الجمع وعمل ايه الشق التاني بقى اللي هو انا شايف انه هو الاهم صحيح مطلوب دلوقتي الناس تبطل تشاور على بعض اصل دول جابوا ودول راحوا لان الكلام معروف في اسمالية كلها وبعدين ما يصحش ممكن توضحها كبير يعني الكلام كتير اصل انا كنت موجود في لجنة فنية كنت في جهاز بعد كده مع مستر براون وكانت فترة مش حلوة جدا ليا خالص يعني رغم الحمد لله النتائج كانت كويسة جدا جدا في الفترة الصغيرة اللي اشتغلتها يعني صح لكن في الاخر انا بوضح ان ما ينفعش نقعد نطلع وكل شوية اصل اللجنة الفنية اللي جابت اللعيبة 11 اللعيب لا مش عارف ايه الادارة نفسهم عارفين ايه اللي حصل في المهودة وانا شايف ان هو مش محتاج مشاورة مش محتاج انا اقعد اقول لا هم اللي جابوا هم اقولوا لا ده 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 اللي جابوا ونقعد انه ده مش وقت ان احنا ننوي المسؤولية على بقى لا خلاص الحمد لله ربنا اكرم الفرقة عادته ده كان كلام كله بتقال لكن خلينا عشان انت قلت كلمة كويسة جدا يا كريم عندنا مشكلة كبيرة عشان ما يتكررش الكلام ده وتلاقي نفسك في سنة بالسنين بتقع طوبة في المعطوبة وتلاقي النادي الاسماعيل الاسم الكبير اللي الناس كلها بتحبه وبتسنده يبقى عنده مشكلة صح في نزول ولا كلام من ده فلازم النهاردة تحلل والناس كلها وقفة وبتحب والناس كلها سعيدة بالحالة اللي موجودة يبقى فيه هدوء فيه هدوء يعني انا بعد إذا كنت أشوف وآسف للمقاطعة فعد الله يا حبيب انه المفروض انا استغربت من حد انه بعد الامتصال الاخير على الاتحاد وانه انت بقيت في موقف آمن شوية في جدول ترتيب الدولة الممتاز لو مرتهدى ما لقيتاش هدية تصريحات من رئيسنا دي ممكن استقالة تصريحات من حسن عبد الرب والكابتن الكبير حسن عبد الرب وباستقالة اجماعات دي الامور دلوقتي المفروض بقى ايه خلاص دي هدية انا افهم انه الكلام ده ممكن يحصل في وقت ان الفريق في أزمة فكله مش قادر يعني فيه ناس ما بتتحمدش الأزمات او متحمدش الضغط فتقولك انا انا عايز امش لكن الامور هدية فقعد رتب أوراقك للمسم الجديد ده كلام محترم الامور صعبة معروفة مطلوب فلوس كتير معروف لكل لكن مش هتتحل بالكلام ده هتتحل بالهدوء صح وبالاستقرار وبالزكاء وكل حاجة بتمشي الناس عندهم في اسماعيلية بتقابلش حد غلما يقولك يفتحه الساب وندفع والناس كلها بتحب النادي بجد وعندهم استعداد يعملوا اي حاجة عشان قطر النادي لكن الاساس ان احنا لازم نفكر عشان ما اعصلش الكلام ده طيب احنا جبنا لعيبة في فترة الانتقرات الشتوية اللي هي انا عارف انت موسوع وعارف كل حاجة هتلي كده يا كريم في يناير فريق في مصر كلها جاب لعيبة جديدة ولعبت مش هتطلع كده اشوف هتطلع اتفكر اتفكر كتير كمان صدقني والله من الوحيد اللي عشان بس انا عاجبني اللي عيب ده عشان على ذكر كلام حروريك فتكرته دلوقتي بلات التورية اللي بيلعب في البيرامد لفست الملعب شفت لعيب ممتاز ده من البطولة الافريقية وبعدين بتتكلم في ايه كمان بتتكلم في الفلوس بتتكلم بتتكلم جايب لعيب منتخب بوركينا فاسو وبتتكلم في فلوس معاك فانت حتى ساعات يبقى معاك فلوس وما تعرفش تجيب احسن حاجة لان الانتقالات الشتوى دي ما بتفرس احسن حاجة في العالم كله ما فيش حد قال لينا وراء في العالم كله بتتكلم بتتكلم على نظام كده فخلينا نحط الكلام دي كله على جنب عشان يناديك كبير اللي كلنا بنحبه وبننتمي ليه كلنا وكلنا واقفين الناس كلها تحلل وتقف كده وتعالج لان هيبقى عندك مشكلة بعد كده انت فيه قيد لسه لغاية دلوقتي فيه مشكلة لو ما تحلش هيبقى عندك مشكلة كبيرة الاسمالي عنده مشكلة في القيد بسبب الناس عن اه وبعدين اللعيبة لو فردت في اللعيبة جاء انت هدوبك كده فلازم تقعد تسيب الكلام ده كله وما تقولش دلوقتي الصراحات انا هسيب وانا همشي انا هعمل انا كده انا كده انا هجيب وبعدين مهم قوي خلينا نتعلم من اخطاعنا المنطبي كريم ده في العالم كله انه هو يجيب لعيبة المدير الفني والجهاز الفني هم دول طالما انت جددت الثقة وما تطمن لانه الشغالة هم اللي اختاروا الرجل بعارف هيلعب ازاي وبطريقة لعبه ايه ومحتاج لعبته ايه وهو اللي فص للعيبة وعارف انه مش هيحتاج فلان وهيحتاج فلان فلازم خلينا بقى نعدي الحتة دي لان الحتة دي مش حلوة ونيجي في الاخر بنتكلم اصد دول اللي جابه دول لأ هم دول اللي جابه ايه يا خلينا طيب ندي العيش لخباز شابت ناشف خلينا خلينا نبقى اكثر وضوحة تمام وهي معروفة هي الف بيه تمام انه الجهاز الفني زي ما احراك قلت ولجنة فنية هما اللي بيشتروا اللعيبة ده معروف هل اسماعيلي دلوقت الرئيس النادي هو اللي بيشتري اللعيبة مع وكلاء لعبين بيحصل في بعض الوقت هو الفترة اللي فاتت يعني هو فيه اتنين لعيبة اعلنوا عنهم انا ما عنديش معلومة ازا كان حمزة موافق عليهم ولا لأ لكن انا واثق ان الحمزة والجهاز مش موافقين لأ مش يرضو يعني وكده فلكن هو طبعا زي ما حدرك برضو قلت خلي بالك كريم اللي جن الفنية في العالم كله رأيها بتيجي بتجيب وتودي المدير الفني ايه رأي استشاري اه اه الرأي الاخر للمدير الفني اللي هو زي ما انت بتشوف كده بس المدربين اللي هما ما بيكلوش عايش يعني مدرب محترم انت بتكلم في فريرة النهاردة بيقول واحد اتنين تلاتة لان في الكرة دلوقتي السنة دي أثبتت في الدور المصري المدرب هو الاهم في المنظومة ما تيجي تتكلم على ظروف نادي الزمالك ومشاكله لا فييرا النهاردة عمل احسن حاجة طبعا فبالتالي لا المدرب المدرب مهم اه اللعيبة مهمة جدا والإدارة والمساندة حتى في العالم يقولك هو ما اسمه مش مدرب هو اسمه المدير وعلى فرنسة هنا اسمه المدير الفني هو المدير بتاع كل حاجة هو المدير امور الفنية هو مدير اختيارات اللاعبين هو المدير بتاع الفريق في رئيس نادي وفي مدير فريق انت عارف يا كريم بيسمه ايه دلوقتي بره يقولك ايه زي ما كان يقولك المدير فني مسئوليته الأسية ادارة المباريات دلوقتي لا ادارة الفريق دلوقتي اسمه ادارة الفريق انت عارف ان هم بتحكم المدربين في الاقتصاد بتاع النادي لازم يعرفوا النادي عنده عمل طبعا بالظبط فهو المدير الفني هو صحب قال الأول والأخير بس المدير الفني المثقف العقلية اللي هو مدير فني تقيل يعني يقدر يدير النادي كله ومش يدير مباراة الإسماعيلي عانى على مدار مواسم طويلة من فكرة الاستغناء عن نجوم كبيرة كل ما الإسماعيلي يفوق شوية ويطلع له اثنين او ثلاثة او اربع لعيبة بتيجي مجالس ادارات وتستغنى عن اللعيبة وجميل الإسماعيلي هي اللي بتعاني وصراحة شديدة انا بحط نفس انا كريم مكان ادارة إسماعيلي اي ادارة إسماعيلي طبعا انا ببيع عشاني بعندي موارد يعني هو جميل اكيد مش هترضى بس انا كأدارة هدفع للباقل ازاي في اسمين في الماركت دلوقتي متدولين عبد الرحمن مجدي وبه وبه المحمد منهم واحدة انا عارف انه مضى يعني عبد الرحمن مضى الفريق وقلت وانا قلت انه مضى للزمال بس طبعا لسه الإسماعيلي موافقش عشان برضو بقى الخبر صحيح الإسماعيلي ازاي يقدر يحافظ على لعيبته في وسط الازمات المالية الكبيرة دي وانا عايز اقول الكلام ده عشان يبقى قدام جمعين نادي الإسماعيل عشان يبقى مفاهمين الوضع بيبقى عاملت ازاي هي معادلة صعبة برضو عشان نتكلم بالحق الكورة مصرفها كبير صح وانا مش عايزين احنا عارفين الدولة برضو عندنا ظروف وكل الكلام ده كله بتاعه لكن مفيش حل غير ان الاندية الجماهرية خصوصا اللي ما عندهاش حد بيصرف عليها تكلم مصري ما شاء الله الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال عايز النادي يفضل عايش مش بقى اشخاص يبقى لازم بيفكره بقى يبقى لازم يفكره ولازم يعني يبقى فيه تعدد للمدخيل لازم النادي الاسميه دي نادي كبير لو اتعمل تشيرت النادي تتعمل بصورة كده بصورة زي ما العالم كله بيعمل تشيرت النادي ويتباع اسماعيلية كلها قصة من بالله ففي حاجات ممكن تتعمل افكار بسيطة وسهلة ممكن لان موضوع بيع اللعيبة كريم السنين اللي فاتت كلها كنت بتبيع بس كان عندك قطاع بيطلع وكان عندك الدنيا بتقدر بتتزبط وكان برضو بيحصل مشاكل انت بقى لك عشر سنين بيحصل لك مشاكل مع عدة السنة بتعدي صابر دي اللي خدت فيها المركز التالي لكن كل السنين عملت اتكلم في تاسع وعاشر وكذا في تفاوض طويل وقت في المشتوى وفي النتائج وفي الترفيه عندك مشكلة كبيرة فدلوقتي خلي بالك لو ضحيت بعناصر اساسية اشوف ايمي تباهر وخياطه للفرقة ولا لا حاجة معلش برضو نفس الكلام عبد الرحمن انت بتتكلم معه ورحمن ومدبولي يعني والشامي فيه كاملة عيب كده مشكلة كبيرة فانت كمان لو ما فيش قيد دول ممكن يمشوا هتبقى عندك مشكلة اكبر واكبر يعني فانت بتتكلم لو هتبيع دلوقتي هيبقى عندك مشكلة كبيرة طيب حراك قلت نقطة عابرة كده عايز امسك فيها قطاعات الناشئين في الاسماعيدي قطاعات الناشئين في الاسماعيدي كان دايما هو اللي بيطلع المواهب للكرة المصرية كلها مش للاسماعيدي إلا حصل بس انا احب الصراحة والله يا كريم ما اعتقد مني غير الصراحة قطاعات الناشئين كان موجود فيه خالد الاماش ومحمود جابر وابو طالب العسوي واحمد العجوز فوزي جمال محمزة جمال عصطير واسماعي عظيمة واشرف خضر كنا كلنا بتشتغل خلي بالك كل اللي طلعه في النادي بفضل الله بفضل الله بتتكلم بقى في محمد محسن كابت نعيد فارق برضو عشان ندي الكل واحد طب كابت الناصر الباكستاني كابتالي فارغالي كابتال سونة كل اللي طلع في الفترة دي بص الأسمائك هيتعاملة ازاي محمد محسن أبو جريشة أحمد الجامل عبدالله الشيعة عبدالله سيد حسن عبدالرب وأحمد فتح أحمد فتح جاي لنا 13 سنة من بنها صح عمر جمال جاي سغير العيبة لا يعني أيمن رمضان محمد صلاح أبو جريشة بتتكلم فأساطير بجد بص العيبة عاملة ازاي يعني الواحد خايف أكون سيت حد وبتاقدة لكن حمص لا أحمص إسماعيلي طلع طلع أجيال زي ما بقولها كده دايب أنا أقول كده الإسماعيلي أو قطاع الناشئين في الإسماعيلي كان بيطلع أجيال للكرة المصرية طبعا كل الأندية بتستفيد ولا كل المنتخبات بتستفيد من قطاع الناشئين بص الأسامي اللي أنا بكلم عليها دي أسامي قسرت مصر كلها لعيبة لعيبة فأنت كان عندك مدربين يعني إن شاء الله محترمي وكان عندك الكواليتي كويس وكنا برضو بنجيب لعيبة كتير بفلوس منبرز على لعيبة صغيرة بنشتري طب دلوقتي ده مش موجود أحمد فاتح جايبينه من بنها دلوقتي ده مش موجود ومحمد عبدالله برضو من لعيبة اللي أنا نسيت دلوقتي مش موجود دلوقتي مش موجود مش موجود مدربين مش موجود مواهب وبردو من غير بحد يزهل إحنا ما بنقطاش في ندينة والله إحنا بديتكلم محتاجين شوية هي ظروف صعبة أو والماديات وبتاعه وكده إن شاء الله الأمور تتحسن يبقى فيه اهتمام بقطاع الناشئين فيه اهتمام فيه أدوات فيه الحاجات اللي هتساعدك أن أنت تقدر تعمل قطاع كويس صحيح عشان كمان المدربين تشتغل بأريحية وتقدر تلاقي مدربين أسماءهم ومدربين عندهم خبراتهم مدربين كويسين يقبلوا أنه هم يشتغل صحيح كمتن أشرف دايما بتنور دايما بسعت جدا بتأوضك معايا فرحان إنه أنت موجود النهاردة في وقت كويس للإسماعيل حبيبي ربنا خليك كريم الحمد لله رب العامين ربنا يكرم فرقتنا الفترة اللي جاية يركزوا إن شاء الله بطولة مهمة عندنا مطشق زمالك بطولة الكاس الأمور ارتاحت وارتحنا كلنا إسماعيل والزمالك بمدربه كمان وبلعبته فايقين الإسماعيل عنده صحوة ومنتشي ومبسوطين وجهازه الفني محترم وحسس برضه بقيمته أعتقد المباراة تبقى في الملعب مين أكتر لعب الآن منها في الزمالك في المباراة دي إمام عشور إمام عشور وزيزو وشكبال كابتن أشرف مش عرف ومنور دايما بسعت دايما بتواجدك معنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل مستعب الأمير عبد الحليم وأيضا محمد جمال نتكلم معهم في كثير من الأمور القروية وربيا تحديدا النهاردة عشان كلام كتير عن محمد صلاح والبالندور خليكم معنا محمد جمال محمد جمال محمد جمال محمد جمال أمير مشرف ومنور هاي زي الفكرة المحببة إلى قلبي عشان أمير ما يزعلش محمد أمير حبيبك أخبرك إزايك مبسوط إن أنا معاك ومعاك شو ترحيمت بسرعة أريد لا الله سريعا راشد عمر حبيب أمير ومنور الداني جمال مشرف ومنور مبسوط أنا وجود معاك أخبرك بصو أنا أقول لكم حاجة أنا كنت عامل حسابي أول ما أمير وجمال يخش هسألهم على محمد صلاح البلندور يقدر يكسب ولا ما يقدرش يكسب بس وإحنا داخلين على الهواء في حوار ضر حلو قوي فقلت نديره مع حضراتكم فريرة جزباله فريرة وريكاردو سوارش المدير الفني النادي الأهلي والمقارنة اللي بتحصل دايما بينهم يعني هل الراجل سوارش هينجح مع الأهلي هو كويس ولا مش كويس فريرة خلاص كده نجح مع نادي الزمالك ولا إيه يعني الحكاية فين فمحمد جمال يعني فتح الحوار وأمير ما يسابوش وأنا قلت هخش معهم بس وإحنا على الهواء هخش هسابوه عشان كده هبدأ بيك إيه الحكاية طيب خلينا نقول بس كده في دقيقة إنه لما أجي أتكلم على جزباله فريرة عشان الناس تفهم إحنا الكلام أو الـ رايح في جزباله فريرة مدير فني كبير ما فيش أي حد من متابع الكورة المصرية بدقة يقدر إنه يبخص الراجل حق يعني منفقش هقولها بشكل أوضح منفقش تبقى أهلاوي اسمع اللهوي مصر ما مشاجعش الزمالك وتقول إن فريدة مثلا مدرب مش كويس طبعا لازم أتقول إنه هو كويس ده ما فيش مجال للشك في ده صح خاصة إنه الزمالك قبل ما ييجي فرير كان في وضع أسوأ بكتير من اللي نهى به فريرة صح الزمالك كان بيعاني من إيقاف القيد لفترتين وبعد الفترة اللي احنا نتكلم عليها أو المقارنة اللي احنا نتكلم عليها ابتارت الأمور تبقى أصعب ليش أسهل ابتارت الأمور تبقى أصعب لأنه زمالك بتبقى يفقد بعض اللاعبين زي طريق حمد و محمد أبو جبل وبعديهم أشرف من شرق بعد فاينل الكاس طيب إحنا بنينا المقارنة قبل ما الناس قبل ما نعرضها على بنينا المقارنة على إيه ريكاردو سواريش حتى الآن خد 11 مباراة مع النادي الأهلي فأبل تقابل عشان نبقى ناس منطقيين وناس تقول لكش انت ليه جايب آيس على 11 ولا آيس على 9 ولا آيس على 8 فاحنا جبنا الحداشر ماتش اللي عملهم ريكاردو سواريش في بداية مسارته مع النادي الأهلي منذ التولين المهمة في بداية شهر يوليو مقابل لهم الحداشر مباراة اللي عملهم جيزفالدو فريرا مع نادي الزمالك فور توليه المسئولية مع نادي الزمالك خد 11 مباراة نيجي نبص بقى عليها على الاسكرين يلا 11 مباراة لفريرا 11 مباراة لفريرا في المقابل 11 مباراة لسواريش بنائيه التاني ليه 11 لأنه كل اللي عملوا سواريش مع النادي مع النادي الأهلي حتى الآن 11 مباراة فهنقرب بنفس الناس بأول 11 مباراة عظيم يلا بينا فلما نيجي نبص على نبص على الاسكرين هلاقي إنه في أول 11 مباراة لجيزفالدو فريرا فاس في 5 مباراة من ضمن 11 تعادل في 3 مباراة وخسر 3 في المقابل ريكاردا سواريش فاس في 6 تعادل في 3 وخسر 2 عدد الأهداف المشجلة 15 هدف بمعدل 1.45 يعني 41.45 هي تقريبا جول ونص في المباراة في المقابل 1.1 لي أو عفوا 0.95 لي أقل من جول في المباراة لفريرا عدد الأهداف المستقبلة 4 لريكاردا سواريش و8 لي فريرا دي بداية المقارنة تخش على بقية المقارنة ما بين الاتنين بصراحة أو اللي تفاجئني ليه مش نحاجة هي دي أرقام طبع يعني هي دي مفوض أرقام مفوض كلنا بعرفين طبع بس أنا أول مرة أخد بالي يعني أول مرة أقيس بنفس الأرقام كده 11 11 يعني أنا بقيس أو أنا كريم كنت بقيس إنه فريرا قوي جدا طبع طبع سواريش لسه بنستكشفه لسه مش عارفين وأنا هفاجأك برأيي في سواريش في الأخ يعني بعد المقارنة عظيم نكمل بقى البعديها يعني لو نعمل سكرول اللي بعده طيب طيب لسه عبار ما تيجي هزي طيب أنا عايز أسمع رأي يا أمير طيب هي المقارنة حلوة وخليني أتفق في الأول على إن إحنا كلنا عارفين إن ما ينفعش نحكم على سواريش يعني أنا على حد دي النهاردة مش عارف بقى مدرب كويس ولا مدرب وحش ممكن يبقى مدرب كويس ومش مناسب للأهل ممكن يبقى مدرب وحش والأهل يدي له فرصة وما ينجحش الله أعلم ده هيبان في الفترات الجاية صح بس ليه أنا بالنسبة لي المقارنة دي هي طبعا حاجة حلوة جدا من جمال إنه بيعرض لنا أول 11 مع أول 11 لإن ده المقارنة العادلة يعني ده كده أنت بتقارن رقاميا بشكل عادل منطقة تماما بس في حاجة مهمة قوي إن أول حاجة أنا شايف إن موقف الزمالك وقت تتعاقد فريرة معاه كان أصعب كتير من موقف الأهلي صراحة فرية الزمالك دي ما كانتش بترعب كرة خالص كلنا فاكرين اللقطة اللي كانت محل سخرية في مطش الوداد اللي القرى السابتة اللي لعبها بين شرقي لحد ما رجعت لأبو جبل وهو بيقلش وأشد المتفائلين من جمال نادي الزمالك نفسهم كان يقولك الزمالك يخلص دور رابع مستحيد ياخد الكاس كانت أشد الأمال للحصول على الأبطاقة التأهل لدور الأبطاقة يعني كان أشد الأمال يعني البرامنز كان أقرب للمنافسة مع الأهلي عكس الموقف اللي بانتهى عليه بالزبط اللي سوارش السابل مع الأهلي نقطة تانية إن برضو في حاجة مهمة الموسم بتاعنا انتهى فعليا لأغلب الفرق بعد نهاية الدور الأول يعني مثلا الأهلي كسب فيوتشر 4-0 فوقتها كابتن علي ماهر بعد ما ماتش قال أصلي خلاص دوافع بالزبط الموسم بتاعنا خلص كسبنا كسر رابطة وخلاص تأهلنا للكونفادرالية فلا يبقوا تلعب من غير دوافع عكس ماتش فيوتشر اللي لعبه فريرة في بداية مهمته وكسبوا 3-2 بصعوبة بعد ما كان خسره 2-0 فهنا فيوتشر ده غير فيوتشر ده مزبوط برامدز اللي كسبوا فريرة في أول ولايته بالزبط 3-2 كان هو نفس برامدز اللي لاعب الأهلي والأهلي كسبوا 2-0 لأن برامدز منافس على اللقب الزمالك لما كسب في نهاء الكاس برضو هو ده فيه منافسة على اللقب إنما هل المصري والاتحاد مثلا يعني بيلعبوا بنفس الدوافع اللي كان يتحدي بقى موجودة لو سوارش ماسك المهمة في بداية الموسم والفرئتين أقفك عندي مصري والاتحاد لا لا بذكر المصري والاتحاد تحديد مباراتين المصري والاتحاد وكان بيتولى القيادة الفانية النادر الاتحاد كابتن حسام حسن والنادر المصري معيش شعباني إيه اللي حصل ده هالعمالية مع المدير الفاني السابق مش الحالي ده هالعمالية اتغلب من المصري 1-0 ده في الدور الأول وفاز على التحدي الكاد في ظل أداء سيء جدا من النادر أهلي من الدياق خمسة من الشوط التاني متراجع تماما في منطقة الجزاء وفاز النادر أهلي بالثلاث نقاط طب عمل ايه ده في عز المنافسة انت خسرت وفزت مباراة بالكاد وانت المفروض في عز تنافس أكبر لما جيت لعب نفس الفرق وبالمناسبة الاتحاد حتى هذه اللحظة رماية من البقاء المصري حتى هذه اللحظة رماية من البقاء طبعا فالناس لسه بتقاطل على البقاء حتى اللحظة فالتشبس بالنقطة دلوقتي أكتر بكتير لو بتكلمني على فرق ضمرتي يعني مثال فيوتشر متفق جدا فيه مع أمير ففرق خلاص قعدت فما قدرش حطوها وزل أنا كنت هنا موجود مع كريم وقلنا يوم من الناس كانت منتشية جدا بسوارش والأربعة صف بترونهم ما تنتظروش ان الاداء ده يقرر الحالة الفنية والبدنية في الكيرف بينزل مش في الأب كيرف الناس الكيرف بينزل فأه الحالة بتاعت زمارك كانت سياجد لكن الحالة بتاعتين أهلي قبل ما ييجي سوارش في آخر ستة مباريات اللي يكملهم الاتحاد والمصري الأهلي فات في مباراة وتعدل في ثلاثة وخسر اثنين قبل ما ييجي سوارش أصلا مع المدير الفن السابق اللي هو متمرس ويقاله سنة فيه أنا برضو في حاجة مهمة قولي ودي اللي أنا شايف ان الأهلي بيعملها حلوة قوي دلوقتي الأهلي دايما مشكلته ومش في بداية الموسم الأهلي مشكلته إمتى في أخي الموسم لما بيزيد الضغط لما تبقى بقى بتروح تلعب ماتش في الجزائر وترجع في رضي القاهرة وبعد كده تروح تلعب وليعب الدوليين تروح المنتخب لأنه تنافس على ثلاثة أربع عجبات إنما تعالى كده نرجع للأهلي في بداية الموسم أهلي في بداية الموسم كسب البنك الأهلي وقبله الإسماعيلي وبعد كده الزمالي وغزل المحلة واسموحة والمواتش السادس ممكن جمال يفكرني كنين بس إنت واخد 18 نقطة من أول 18 نقطة يعني أطف وخلاص الناس وقف واتش البنك الأهلي بالضبط قالت لك إنت خلاص إنت كده ده دوري فيلر زي ما فيلر ابتدى خلاص ده موسماني برضو وإذا مالك حالته مش جيدة فأنت خاصل أنت خاصل الدوري بداية بس بالدول الأول إذا مالك نفسه خسران منك خمسة أنا فاكر الجملة دي تقالت قالت لك لأهلي خلاص الدوري بالدول الأول يعني مش محتاجة إنت الأهلي يواجه في صعوبات بقى صح لما خلاص بقى ابتدى يلعب وفيه إقافات يلعب وفيه إصابات خسر أكرم توفيق مع منتخب عصر وبعد كده عمار حمدي رب نعيش فيه وبعد يبادر وبعد يبادر بالضبط فابتدت بقى خلاص الأزام واللعيبة بقى تحس كمان بالإرهاق لعبة كاس عرب وفي المقابل الزمالك كان موقفه أرياح ليه؟ لأنه هو خلاص خرج من دوري أبطال أفراقيا فابتدت الدنيا تبقى أهدى شوية عليه فبرضو يا جمال أنا مش حقدر أكارن اللي حصل مع موسيماني في نهاية فترته بفترة سوارش دلوات وأكبر دليل على كده أنا بقول أنه الراجل ما خدش الكيرف هو فوق وابتلا ينزل هو الكيرف كان بتلا ينزل للأسباب اللي أنت قلتها اللي هي الإجهاد تراكم المباريات أنت جيت في البيك بتاع السيزن أنت كفرقة بقى لك ثلاث مواسم بتعاني من التحامل المواسم الإجهاد ودائما بأكد الإجهاد الزهني قبل البدن طيب إجهاد الزهني قبل البدن ممكن أجمع ده بقى أنت عايز تقول لي في الآخر أنت أمين أنه هو صحيح سوارش استلم فرقة ممكن أن تبقى أجهز من الزمالك بس بدنين هيك هيتخلصانة فعنده ظروف صعبة فريرة استلم فرقة الزمالك في ظروف صعبة فالإثنين استلموا في ظروف صعبة فده وصلنا في الآخر للمقارنة اللي أنت عملتها بس أقف معاك عندي كلمة سكواد عددياً أكبر من الزمالك بسبب حرمان الزمالك من التعاقد الجاهزية لا طبعاً الجاهزية للزمالك مفيش أدنى شك لأنه خلي بقى لك الزمالك جي في وسط السيزن بسبب عدم الارتباط الارتباطات وإنه ما كانش عنده كاس عالم قندية الخدر بعين يوم لا هل ما خدشوا اليوم فده قدت بقى لفريرة وما كانش شغل فريرة فريرة تولى 4 مارس بس البطلع جمال من الأهل دايما ده من نادي الأهل إنه كان مشكلة نادي الأهل للفترات الماضية إنه مسلمان كان بيدي راحة كتيرة لللاعبين على فترات كتيرة وده اللي أثر عليهم بدلين وعمل لهم مشكلة لأنه فترات الراحة دي كان بيديها لمن فترات الراحة دي في كل الأجندة في الفيفا ديتس كان مفروض أنه يجاهز المجموعة التانية يتكلم عن المجموعة التانية دايما اللي هي اللي هي موجوده دلوقتي ما بيتكلمش عن المجموعة الأساسية كان بيديهم عن المنتخب اللي هي لما لها مكانش يجاهز بقى هي دي هو ده كان أكبر خطأ وقع فيه مسلماني أدى إلى هذه الحالة طيب نستنتج عشان نقفل بقى القصة دي ريكاردو سواريش وأنا أتكى فجأة برأي ريكاردو سواريش لا يمكن الحكم عليه حتى هذه اللحظة لا بالإجاب ولا بالسلب ليه؟ الحكم بالمنطق في ظروف لا منطقية مر بياها النادي الأهلي هو لا منطق بعينه فنهاية أي مدير فني في الدنيا وفر له ظروف المناسبة وده اللي عمله نادي الزمالك مع فريرا حاول يوصل بأفضل وضع للوضع اللي موجود ساب الرجل يشتغل أطلق يده في الفريق زي ما بيقوله والرجل بعد البداية اللي أنا شايفها هي بداية رقميا بداية غير جيدة لأن أنا كسبت خمس مبارات من 11 خارجت من دوري أبطال أفريقيا في فريرا عشان برضو أوضح لأستاذ أيوشهادين القصد بالمقارنة اللي أنت عملتها دي أنت مش عايز تثبت أنه سواريش يا جماعة أحسن من في دي صحي كده؟ وأمير وأنت اتفاقتوا أنه سواريش لا ينفعش الحكم عليه إجابا أو سلبا دلوقتي وبالتالي هو ممكن في المستقبل يتفوق على فريرا الله أعلم وممكن في المستقبل يبقى قلب كتير من فريرا الله أعلم لكن هو دلوقتي ما ينفعش الحكم عليه لو أنا قارنته لفريرا يا كريم لأنه مدرب أثبت أثبت في فترة سابق في المرحلة الأولى دي والمرحلة الثانية إنه مدير فني كبير طبعا فهذا المدير الفني الكبير هذه كانت أرقامه وقت تتولي المسئولية صحيح بس عشان كده أنا قارنته بريفرنس يعني هنا باخد فريرا كمرجعية مش بقاري بابل للإثنين آه طبعا طبعا لما خد بالك هو ليه الإشادة بفريرا كبيرة لأن الموضوع قائم على التوقعات فرية الزمالك لو ما كانتش خلصت بطل الدوري ولا كانت خلصت بطل الكاس بس مثلا كانت وصلت لدوري أبطال أفراقيا وكانت وصلت نهائي كاس الناس كانت هتبقى مبسوطة جمهور الزمالك كان يبقى مبسوط صح فالراجل فاق التوقعات صح الراجل عمل أكتر من الإكسبيكتيشنز اللي كان جاي عليها مظبوط فمنطقي أن في دلوقتي مرحلة من النشوة في الجمهور الزمالك حاسس أن احنا عندنا مدرب عبقري صحيح وطبيعي بقى تسمع الكلام بتاع أن ممكن بقى ناحية التانية جمهور الأهلي يقول لك يا عم طبعا ده كان بيعمله مسيماني عادي لا هو ولأن الراجل كان جاي بتوقعات قليلة فنما طبعا فاق التوقعات ورجع في مسابق الدوري كان بعيد جدا فيها زي ما احنا ما شرحنا بداية الدوري كانت بعيدة جدا عن الزمالك ونبتكلم الأهل وبرام الزمال اللي بينافسه طبعا هو ده اللي خلى ناس كتيرة طبعا تقول إن فريرة فعلا عمل سحر عمل إنجاز مما ساهمة في رفع الضغوط عن فريرة والفرقة وعن الزمالك في التوائز صحيح صراح هياخد البالندور لا طبعا لا اقفلوا يابن حلقا ده لسه أقولك بعد الفاصل اللي خلصت على واعرف اللي خليكم معا يا أهلا بحبابكم مرة أخرى سألت سؤال سهل لعمل عبد الحليم ومحمد جمال قبل الفاصل محمد صلاح ممكن ياخد البالندور بصوت واحد وثنفس واحد صدموني وقالوا لي لأ لأ لي عم أمير بص لدي المرة واحدة لك نعندي أمل فيها بص الجوائز الفرد هي محسوم الكريم بنزيمة يعني الموضوع خلصان احنا بس كان يعني أنا مثلا كان توقعي إن محمد صلاح ممكن يبقى من الثلاثة اللي نفسه على أفضل لها في أوروبا ممكن يقرب شوية عن المركز السابع بتاع السنة اللي فاتت في البالندور بس أنا مصدوم أكتر سيبقى من البالندور أنا مصدوم أكتر أفضل لها في أوروبا بالظبط لأن دي بروين هو اللي يبقى موجود بينفس هو مع بنزيمة وكورتو ويبقى محمد صلاح السابع يعني حتى كمان مثلا نتعرف لو كان سادي وماني اللي داخل مكان صلاح كنت عبلعها شوية إنما دي بروين لأ دي أنا مش بلعها خالص وعندي أسبابي بعد وعندي أسبابي بالأرقام اللي ممكن نتكلم فيها بص يا سيدي ودي بروين السيزون اللي فات هو الراجل سجل 19 جول وصنع 14 سجل 5 أهداف وصنع جول واحد بس لحد يناير 2022 في الدوري ده رقاميا تمام وعلى مستوى الإنجازات مع فريقه يعني الأرقاب الجماعية كسب الراجل الدوري الإنجليزي لكن طبعا خرج على إيدريال مادري من سيمي فاينال دوري الأبطال ومحمد صلاح هو اللي كسب مع ليفربول كسر الاتحاد وكسر رابط فهنا احنا نتكلم من رقاميا مش أحسن موسم لدي بروين مش عامل أرقام خزعبلية زي مثلا بتاعت محمد صلاح مثلا في أول موسم ليفا فمحمد صلاح مثلا في 2018 كان مخلص رابع دوري الإنجليزي وخسران نهائي دوري أبطال بس كان موجود بنافس مودريتش لأنه كان أرقام خزعبلية وحتى لقب الدوري الإنجليزي سنة بس عشي نفكر يا ناس ده فرق نقطة بينه بالنسبة يعني برضو ما شو ما كانتش واخد اللقب باكتساح ليفربول يعني لحد آخر مباراة الله ينقر عليك فصلاح بقى في المقابل عمل إيه؟ صلاح سجل 31 جول صنع 16 جول في نفس الفترة اللي احنا قلنا فيها ان دي بروين سجل 5 أهداف هو مسجل 15 جول وصنع عشرة لحد يناير 2022 تمام؟ فهنا بنتكلم ان محمد صلاح رقميا متفوق على دي بروين على مستوى الألقاب متفوق على دي بروين انت بتكلم الدوري الإنجليزي تحسن في آخر جولة فارق نقطة وصل نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر يعني بصعوبة ما كانتش سكور ولا هو حتى أقدم أداء سيء في النهائي فمحمد صلاح فرديا وجماعيا عامل موسم أفضل من دي بروين اللي حتى لو منشستر سيتي كسب الدوري ما كانش هو أفضل لاعب فيه طيب احنا بقى بنتكلم ان محمد صلاح سنة 2018 اللي هو زي ما قلتلك مكسبش ولا لقب كان عامل أرقام حلوة كان مساجل أرقام حلوة ففرديا كان بينافس على الجائزة وكان ضمن السلاسي المرشح طيب وبعد كده الموسم اللي بعده على طول كان بقى سادس يعني رغم ان ليفربول وقتها كسب دوري أبطال أوروبا بس محمد صلاح ما كانش أهم من جوم الفرقة فبقى سادس يبقى انت كده محمد صلاح ولا خد الجائزة وهو محقق أحسن أرقام ولا خد الجائزة وهو محقق لقب جماعي تمام فانت السنة دي انت بتخليه سابع طيب هل بقى ايه بقى المطلوب يعني انا دلوقتي السؤال اللي عايزة أوجهه للصحفيين اللي صوتوا او الـ 80 كوتش اللي صوتوا في اختيارات الجائزة ومحمد صلاح مطلوب منه ايه يعني الراجل دلوقتي علشان تديله الجائزة او تخليه حتى يبقى منافس لكريم منزيم عليها لازم يكون محقق أرقام فوق الأرقام الخزعبلية اللي عملها في أول موسم او مثلا كسب كاس العالم يعني ما هو مش منطقي صح وفي حاجات كمان يعني حاجة بصراحة الجنينة تعدك ليفندوفيسكي مثلا يعني السنة دي هو رابع تمام رغم ان ليفندوفيسكي كان بعيد في دور يا بطال أوروبا ما كسبش يعني لقب مع منتخب بلان يعني كسب الحاجات اللي بيكسبها مع باير كل سنة تمام السنة بقى اللي فاتت اللي ليفندوفيسكي واخد فيها زابست وكان بينافس ميسي على بالوندور كان خامس مش رابع يعني متخيل السنة اللي فاتت كان خامس والسنة اللي فاتت بقى كان كسبان ايه كان كسبان دوري وصوبر وصوبر أوروبي وكس العالم للأندية وخلص خامس بس هو السنة دي راح برشلونا في الصيف الله بس يا شكرا خلص رابع ايوة صح كده صح وكيف اندي بروين انا في رأيي انه قوة منتشستر سيتي هي اللي خليته برضه في المكانة دي يعني قوة مش بس قوة علمية اه قوة علمية ان رأيك ايه في الموضوع البتاع محمد صراحي الاول في جائزة افضل لعيف في اوروبا بقى نروح على البرندور لما باجي يتكلم على اي جائزة بتكلم على معايير او بيلرز بتتخطى علشان يتم التصويت على اساس صح فلما اجي يتكلم ان محمد صلاح في السيزن كان بيتكلم عليه امير 2018 تقاهل كاس العالم مع منتخب ما بيروحش كاس العالم من سنة التسعين اه 2017 قبلها نهاية 2017 كان الراجل واخد المركز التاني في بطولة افريقيا التتويج بهدف البريمير ليج في موسم استثنائي في تاريخ محمد صلاح والراجل لم يتوج باللقب في السيزن الحالي هو الافضل ارقاما والوحيد في كل التكاهنات اللي كانت قبل الجائزة ان هو ينافس كارين بنز ما حتى لو كارين بنز ما هو اللي خاد البطول انه يصبح في هذا الترتيب نرجع وتؤكد الجائزة نفسها مرارا وتكرارا ان هي في لها ابعاد اقتصادية وتسويقية ورعاة وابعاد اعلامية كبيرة جدا جدا زي ما قلت انا باتفق جدا مع امير في المسال اللي ضربه كيفين دي برويني كيفين دي برويني العيد كبير في الشك لكن لما اجي اتكلم هل هو على صعيد الالقاب حق تشامبينز ليج عمل حاجة مع المنتخب البلجيكي طيب هل هو توج بالقاب فردية زي محمد صلاح محمد صلاح لم الالقاب الفردية في انجلترا كلها السنة دي طيب لما يكون واحد لم كل الالقاب الفردية وعلى الصعيد الجماعي تقريبا كيفين دي برويني لانه توج بالبريمير ليج في المقابل محمد صلاح وصل لفاينل وكان نجم ليفر بول وكان افضل لعب في المباراة في فاينل تشامبينز ليج من هنا يبقى السؤال قائما هي هل ستظل الجائزة ليه ابعاد اخرى غير المستويات اللي بيتم تقدمها او الالقام الفردية او الالقام الجماعية ايوه طب انا بقى انا عايز افهمه الابعاد دي ما بتجيش عندي انا ليه يعني الابعاد دي انا ما بستفيدش منها ليه يعني محمد صلاح وليفر بول ما بيستفيدوش منها ليه ما هو الموضوع زي ما شرحت لك كده من جزء منه اكيد اعلام يعني ليفندوفسك ده اكبر مثال ليفندوسك ده مخلص السنة 2021 بشكل افضل بالتير من 2022 ورغم كده وكان بينافس على زابست يعني هو الراجل واخد زابست وبينافس على باله ندور ولما ميسي اخدها منه الناس كلها هاجت وقالت ازاي وعلى اساس ايه وبتاع فانت بتتكلم ان الراجل بقى ما خدش يعني ما خدش طاق يعني مش هقولك حتى الجائزة لانه وقتها منطق الجورجينو ياخدها ولعيبها من الشلسي تبقى منافسة ده كان بينافسه كيفين ديبروين بردو يعني كيفين ديبروين محبوب قوي كيفين ديبروين دايما مغوظة ده فأس عشان انا اأكد بس لعيب بشكلها جماعة طبعا طبعا نهاردة عمل نهاردة عمل جاب جول حبا مع بورنوس ستة بتتكلم عن ان ديبروين السنة اللي فاتت تحديدا زي ما قلت لك هو مش افضل مواسمه لا اكيد صلاح افضل وكمان في حاجة بقى محمد صلاح خيات جايزتين اللي هي جايزة المقادر ياضيين وجايزة رابطة اللاعبين المحترفين وخسر جايزة واحدة اللي هي جايزة البريمير دي تمام فوقتها الناس كلها قلت لك ازاي يعني كيفين ديبروين ازاي يخدها وله مثلا هداف وله اكتر لعب صنع اهداف ده محمد صلاح اللي مسيطر على الاتنين فلان الموضوع ده تفتح وابتدى الصحافة الانجليزية تكلم عنه فقال لك ليه بقى علشان كيفين ديبروين تقلب ضد غولفر هامتون وسجل سوبر هاتريك تمام فوقتها كانت التصويت بيتم على الجايزة بعد المطش مباشرة فكانت الصورة الزهنية اللي عند الناس ان كيفين ديبروين لسه مسجل سوبر هاتريك وطبعا محمد صلاح اه ومحمد صلاح كان عايش في دروب من بعد خسارة نائي كاسوهم الافريقية فشوف خد بالك وقت التصويت ازاي بيفرق يعني وقت التصويت بيفرق ازاي فده السبب تتويج كيفين ديبروين بالجايزة بتاعتر بريومي الليج لكن عدالة بقى وان يبقى في معايير محطوطة وبيتم التقليم على اساسها يبقى محمد صراح كان هيبقى واخد كل الجواية الفردية فانت ازاي الدوري الاقوى في العالم واحد وصل نهائي تشاميونز ليج ومايبقاش بي نافس على جايزة فردية ده كوميتيا يعني امير شرفتو نهارت كالعادة دايما بفرح وانبس بوجودك الله يخليك شرف ليه جيمي كالعادة بتفيدنا وبنستمتع بيك حبيبا كيبا شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الوقت